إني صدوق مصلح متردم سم معاداتي وسلمي أسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرات المشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الحلقة دي هنبتدي نقرأ مع بعض الفصل الخامس عشر من كتاب السيرة المطهرة والحلقة دي بعنوان الرحيل والقدرة الثانية والمقصود بالرحيل هو رحيل سيدنا أحمد عليه السلام من دار الفناء إلى دار البقاء فمهما طالت الحياة الإنسانية فأي حتماً إلى نهاية ومهما امتد العمر بالإنسان فلابد أنه يدوء الموت فالله عز وجل كتب على كل نفس أن تموت وقدر سبحانه أنه لكل أجل انكتاب وفي منتصف العقد الأول من القرن العشرين جاء الوحي لسيدنا أحمد عليه السلام يخبره بقرب الرحيل وينبئه بأن رحلته في الدنيا قرب تنتهي وآن للروح الطاهرة المطهرة أن تصعد إلى بارئها وتنعم باللقاء في حياة أخرى لا يشوب وخوف ولا حزن ولا تأثيم وإنما قرب ووصال ونعيم مقيم كان سيدنا أحمد عليه السلام في سنوات شبابه تلقى وحي من الله تعالى يخبره فيه أنه عمره حيمتد إلى ما يقرب من ثمانين سنة وأنه حيرى نسلاً بعيداً وكان الوحي ده في سنة ألف تنمية خمسة وستين يعني لما كان في التلاتين من عمره وكتب الوحي ده في كتابه البراهين الأحمدية اللي نشره سنة ألف تنمية وتمانين ويمكن بعض المتشككين يتصور أن الشاب بياخدوا غرور للفتوة والصحة والقوة ويظن أن العمره يمتد به الأمد بعيد لكن المتشككين بينسوا حاجة مهمة وهي أن الله تعالى هو اللي بيكتب الآجال وهو اللي بيحدد عدد السنين والأيام اللي بيعيشها كل إنسان وإذا اشتطت الخيال بحد فتخيل أنه هيعيش مدة طويلة فمهما بلغ به الغرور والقوة وما يقدرش يفرض على الله تعالى أنه يبقيه على قيد الحياة لغاية ما يبلغ بالفعل هذا العمر المدين وينسى المتشككين دول أن النبأ اللي تلقاه سيدنا أحمد عليه السلام من الله تعالى لما كان في التلاتين من عمره بيتضمن برضه أنه حيرى نسلا بعيدا يعني أنه مش هيعيش عمر طويل وبس إنما حيشوف كمان نسل بعيد من أبنائه وأحفاده ويمكن المتشككين دول ما يعرفوش أو يمكن يكونوا بيعرفوا بس بيتجهلوا ويتعاموا ويتناسوا إن الله تعالى اختص نفسه بالأمور دي فقال الله يتوفى الأنفس حين موتها ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء جالها ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للأمر لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة إنه عليم قدير فالموضوع مش موضوع غروف شاب بقوته وحيويته والقضية مش قضية فكر شاب بجمح به الخيال إنما هو أمر الله وقضاءه وقدره اللي قدره وأنبأ عنه عبده مرزا غلام أحمد في سنوات شبابه عشان يبقى شهادة من الله تعالى على صدقه وتأييد الله له فحفظه على قيد الحياة لغاية مجاوز السبعين من العمر وأثبت أن الله سبحانه وتعالى هو الذي وهبه النسل من الذكور والإناث وبارك في حياته وفي نسله لغاية لما رأى بعينه نسلا بعيدا وحقق الله تبارك وتعالى وعده اللي وعدوا به أكتر من أربعين سنة بنوال العمر الطويل ورؤية النسل بعيد وأدي العودة اتحققت وأدي قافلة حياته الطاهرة الكريمة وصلت إلى هدفها وأدي رحلة العمر الرابط تنتهي فأخبر الله تعالى عبده المسيح الموعود بأن موعد اللقاء اقترب وساعة الانتقال إلى جوار الله حانت وكتب سيدنا أحمد عليه السلام كتاب باللغة الأردية ذكر فيه الأنباء اللي تلقاها من الله تعالى وضمنه وصيته وسطر فيه بعض النصائح للجماعة فقال ما تعريبه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فبما أن الله عز وجل قد أخبرني بوحيه المتواتر أن موعد وفاتي قد دنى وقد تواتر هذا الوحي إلى درجة هزت أصول كياني وفترت فيي الحياة لذلك رأيت من المناسب أن أسجل بعض النصائح لأحبتي وكذلك لجميع الراغبين في الاستفادة من كلامي فأولا أطلعكم على ذلك الوحي المقدس الذي أخبرني بقرب أجلي مما دفعني لأقدم على هذه الخطوة وفيما يلي ذلك الوحي الذي نزل باللسان العربي كما سأورد فيما بعد الوحي الذي نزل بالأردية قرب أجلك المقدر ولا نبقي لك من المخزيات ذكرى قل معاد ربك ولا نبقي لك من المخزيات شيئا وإما نرينك بعض الذي نعيدهم أو نتوفينك تموت أنا راض منك جاء وقتك ونبقي لك الآيات باهرات جاء وقتك ونبقي لك الآيات بينات قرب ما توعدون وأما بنعمة ربك فحدث إنه من يتق الله ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين واعلموا أو بكمل بأ واعلموا أن لوحي الله ولا نبقي لك من المخزيات ذكرى معنيين أولهما أننا سنمح ما يشاع ضدك من اعتراضات بنية الإهانة فلن يبقى لها اسم ولا أثر وثانيهما أننا سنطمس من صحيفة الوجود أولئك المعترضين الذين لا يرتدعون عن شرورهم وإثارتهم المطاعم فبهلاكهم سوف تمحي اعتراضاتهم السخيفة أيضا ثم بعد ذلك خاطبني الله باللغة الأردية عن وفاتي بما يلي قلت أيام حياتك يومئذ يستولي الحزن على الجميع وسوف يحدث كذا وكذا ثم تقع حادثتك بعد وقوع جميع الحوادث وإراءة عجائب القدرة سيقع حادث وفاتك وذكر سيدنا أحمد عليه السلام في كتاب الوصية إن الله تعالى أراه مكان وقيل له هذا موضع قبرك فرأى ملائكة الله بيئيس الأرض فوصل لموضع وقال له هذا موضع قبرك ورأى أيضا أن الأرض سميت بإسم بهشتي مقبرة يعني مقبرة الجنة ورأى فيها مقابر المختارين من جماعته اللي هما من أهل الجنة ويقول عليه السلام إنه بعد ما رأى تلك الرؤية قاعد يفكر في شراء قطعة أرض لهذا الغرض لكن ارتفاع تمن الأراضي الجيدة كان بيحول دون ذلك فاقترح تخصيص قطعة أرض من أملاكه المناسقة لحديقته ودعا الله تعالى أن يباركها ويجعلها مقبرة الجنة وأن تكون محل راحة لأصفياء القلوب من أفراد الجماعة اللي أدموا دينهم بكل صدق على دنياهم وأعرضوا عن حب الدنيا وأصبحوا لله وحده وأحدثوا في أنفسهم تغييرا صادقا وضربوا للعالم أروع نمازج الصدق والوفاء زي ما عمل صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويستطرد سيدنا أحمد عليه السلام ويشرح سنة الله تعالى لما يتوفى أنبياءه فيقول يخبرني كلام الله أن الحوادث واقعة والآفات نازلة على الأرض فمنها ما يقع أثناء حياتي ومنها ما يقع من بعدي وإنه عز وجل سوف يرزق هذه الجماعة كل تقدم وازدهار بعضه على يدي وبعضه الآخر من بعد هذه هي سنة الله الجارية ومنذ أن خلق الإنسان في الأرض ما زال يبدي هذه السنة دون انقطاع إنه ينصر أنبياءه ومرسليه ويكتب لهم الغلبة كما يقول كتب الله لأغربان أنا ورسلي والمراد من الغلبة هو أنه كما أن الرسل والأنبياء يريدون أن تتم حجة الله على الأرض بحيث لا يقدر أحد على مقاومتها فإن الله تعالى يظهر صدقهم بالبينات ويزرع بأيديهم بذرة الحق الذي يريدون نشره في الدنيا غير أنه لا يكمله على أيديهم بل يتوفاهم في وقت يصحبه الخوف من الفشل بادي الرأي فيفسح بذلك المجال للمعارضين ليسخروا ويستهزئوا ويطعنوا ويشنعوا وحينما يكونون قد أخرجوا كل ما في جعبتهم من سخرية واستهزاء يظهر الله تعالى يد القدرة الثانية ويهيئ من الأسباب ما تكتمل به الأهداف التي كانت إلى ذلك الحين غير مكتملة لحد ما فالحاصر أنه تعالى يري قسمين من قدرته أولا يري يد قدرته على أيدي الأنبياء أنفسه وثانيا يري يد قدرته بعد وفاة النبي حين تواجه المحن ويتقوى الأعداء ويظنون أن الأمر الآن قد اختل ويوقنون أن هذه الجماعة سوف تمحي حتى أن أعضائها أنفسهم يقعون في الحيرة والتردد وتنقسم ظهورهم بل ويرتد العديد من الأشقياء عندها يظهر الله تعالى قدرته القوية ثانية ويساند الجماعة المنهارة فالذي يبقى صامدا صابرا حتى اللحظة الأخيرة يرى هذه المعجزة الإلهية كما حصل في عهد سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حيث ظن أن وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم قد سبقت أوانها وارتد كثير من جهال الأعراب وأصبح الصحابة من شدة الحزن كالمجانين عندها أقام الله تعالى سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأظهر نموزجا لقدرته مرة أخرى وحمل إسلام من الانقراض الوشيك وكذا أتم عز وجل وعده الذي قال فيه وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا أي أنه تعالى سوف يثبت أقدامهم بعد الخوف وهذا ما حدث تماما في زمن سيدنا موسى عليه السلام حين اختطفته يد المنون وهو في الطريق ما بين مصر وأرض كنعان قبل أن يوصل بني إسرائيل إلى غاية من منشودة حسب الوعد فقام بموته مأتم كبير بين بني إسرائيل وكما ورد في التوراة أن بني إسرائيل ظلوا يبكون وينوحون إلى أربعين يوما جراء صدمة موته المفاجئ وهذا ما حدث في زمن عيسى عليه السلام أيضا حيث تشتت الحواريون كلهم عند حادث الصلب وارتد واحد منهم أيضا فيا أحبائي ما دامت سنة الله القديمة هي أنه تعالى يري قدرتين لكي يحطم بذلك فرحتين كاذبتين للأعداء فمن المستحيل أن يغير الله تعالى الآن سنته الأزلية ولذلك فلا تحزنوا لما أخبرتكم به ولا تبتائبوا إذ لا بد لكم من أن تروا القدرة الثانية أيضا وإن مجيئها خير لكم لأنها دائمة ولن تنقطع إلى يوم القيامة وإن تلك القدرة الثانية لا يمكن أن تأتيكم ما لم أغادر أنا ولكن عندما أرحل سوف يرسل الله لكم القدرة الثانية التي سوف تبقى معكم إلى الأبد هكذا أعلن سيدنا أحمد عليه السلام عن قرب رحيله عن هذه الدار وأشار إلى سنة الله المستمرة التي تقع بعد وفاة الأنبياء الكرام زي ما كان الحال بعد وفاة موسى وعيسى وسيد الأنبياء عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام فربما يبدو أن النبي المبعوث من الله تعالى قد غادر مصرح الحياة وترك غرسته التي غرسها بأمر السماء أبل ما يقوى عودها حتى أن الأعداء والمنافقين بيظنوا أنه من السهل اقتلاحها والقضاء عليها فإذا به سبحانه يتجلى بتأييده وحمايته مرة تانية عن طريق الخلافة اللي بيقيمها سبحانه بنفسه لتعهد الغرسة الصغيرة الخضرة لغاية لما تبقى شجرة مباركة أصلها ثابت وفرعها في السماء فسيدنا أحمد عليه السلام أطلق على الخلافة اسم القدرة الثانية لأنه بعد ما ينتقل يتنقل النبي إلى الدار الآخرة يتجلى الله تعالى بقدراتهم مرة تانية من أجل الحفاظ على الدعوة وحمايتها ويستخلف من بين المؤمنين من يحمل المشعل وأشار سبحانه إلى هذا الاستخلاف في آية سورة النور اللي استشهد بيها سيدنا أحمد عليه السلام في كتابه الوصي يقول سبحانه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلف أنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنى يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ويتضح من الآية الكريمة دي إن الله تعالى وعد المؤمنين أن يستخلفهم في الأرض وإن هو اللي يقيم هذه الخلافة المباركة الراشدة وبواسطة الخلافة دي بيثبت دعوته في الأرض ويبدل الخوف الذي ينتاب المؤمنين إلى أمن واطمئنان ومعنى هذا أن الخلافة الراشدة بتتبع السنن الإلهية الخاصة بالنبوة والأنبياء ولا تتبع السنن اللي وضحها الله تعالى لعامة البشر وللقاء المزيد من الضوء على الموضوع هذا نذكر إن السنن الإلهية الخاصة بالنبوة والأنبياء هي سنن لا تتجلى إلا للأنبياء فقط ونذكر منها على سبيل المثال ما ذكره القرآن المجيد وقال إن الناس دايماً وأبداً بيكذبوا الرسل ويهزأوا بهم وأسخروا منهم زي ما بيقول تعالى يا حصرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون هذه سنة من سنة الرسل ومن سنن الله تعالى مع الأنبياء إنه يؤتيهم جرأة وإقدام فلا ينتبهم الخوف من أعدائهم مهما كانت الظروف يقول تعالى إني لا يخاف لدي المرسلون هذه برضو من سنة الرسل طبعاً لازم نذكر هنا إن الخوف الممكن ينتبه الأنبياء في حياتهم مش هو الخوف من أعدائهم ولكنه الخوف من أن يكونوا فرطوا في أمر الأمور أو قصروا في أداء واجب من الواجبات مما قد يؤدي إلى غضب الله تعالى أو يأخر نصره ولذلك نجد أنهم أحرص الناس على ألا يشوب عملهم شائبة من إفراط ولا تفريد ومن هنا كان دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي دعا به الله تعالى بعد ما رماه الغوغاء بالحجارة في الطائف فأسال دمه لغاية ما وصل إلى قدمه فأقبل على الله يدعوه ويقول إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي عليك رحمة الله وسلامه يا خير خلق الله ويا أفضل وأعظم رسول الله ومن أهم سنن الله مع انبياءه إنه بينصرهم على عداءهم ومخالفيهم ومعارضيهم رغم أن النصر ده يبدو في أول أمر مستحيل التحقيق ولكنه رغم كل الظروف وعلى عكس كل المؤشرات بيتحقق ولذلك يؤكد الله تعالى على تحقيق النصر فيقول إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوموا الأشهاد وهذا النصر اللي وعد به الله تعالى الرسل والمؤمنين بيتحقق جانب منه أثناء حياة أولئك الرسل وبيتحقق جانب آخر بعد وفاتهم على إيد من يستخلفهم الله تعالى من بعدهم واللي رائب التطور الأحداث ويستقصيها واللي يتتبع مجريات الأمور ويستقريها فلابد أن يوصل لنتيجة محتمة وهي أن دعوة الأنبياء تبدو في أول أمرها واجفة راجفة لا يؤمن بيها الأفراد قلائل بيدوق المر بسبب التعذيب والاضطهاد ويقيم الأعداء حولها صور عالي من التعتيم وسد منيع من المعارضة والتجذيب حتى أن المؤشرات جميعا تشير لحتمية الفشر وإذا بالله تعالى يفتح لها باب للنصر والزهار من حيث لا يتوقع أحد ده كان الحال في السنوات العجاف اللي أظاهر رسول صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة من سنوات العذاب والآلام والاضطهاد وصلت لقمتها في عام الحزن لما فقد الرسول صلى الله عليه وسلم زوجته السيدة خديجة رضي الله عنها وفقد حماية عمه أبو طالب ونجحت قريش في بث دعايات الكاذبة حتى انصرف الناس عنه وأقامت حوله سياج من التعتيم الإعلامي حتى ما بقاش في حد عاوز يسمع له وإذا بالله سبحانه وتعالى يأتي بحفنة من الناس من يثرب ليشدوا على أيدي الرسول مبايعين وبعدين يرجعوا في العام التالي وهم نيف وسبعون وبعدين يهاجر إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم ويقيم الدولة الإسلامية اللي كان هو على رأسه ويصف كتاب الله العزيز الفترات الحارجة دي في حياة الدعوة فيقول أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين من قبلكم مستهم الضراء أم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب وتتكرر نفس مشاهد البأساء والضراء والزلزلة التي تصيب المؤمنين حتى لا يكاد يسيطر عليهم اليأس والأحباط وإذا بنصر الله يأتي من حيث لا يشعر ولا يتوقع أي حد وهكذا نرى أن الأمور لا تستقر في الدولة الإسلامية الوليدة بل يحيط بها الأعداء من كل جانب ويحاول المخربون من المنافقين تقويضها من الداخل ويتأمر عليها اليهود ويخونوا عدهم مع المسلمين ومن الخارج تأتي إليها أفواج المقاتلين والمحاربين القضاء عليها ويحيط بها حتى لكأنها بتلفظ أنفسها الأخيرة زي ما حصل في غزوة الخندق فإذا بالله يفتح بابا للنصر من حيث لا يشعر أحد فيلقي سبحانه الرعب في قلوب الجيوش المحاصرة فيفروا هاربين ويلقي الرعب في قلوب اليهود فيخربوا بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين ويقضي عليهم بالجلاء من المدينة وبعدين تأتي سنوات الأمن والسلام بعد صلح الحديبية فتنتشر الدعوة بين القبائل حتى إذا نقض القريش المعاهدة زحف الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة رافعا أعلام النصر والانتصار ومرة تانية تتكرر مشاهد البأساء والضراء حتى إذا ما زلزل المؤمنون زلزالا شديدا إذا بنسمات التأييد الإلهي تهب عليهم رطبة جنية فتتتابع وتتوالى بعدها مشاهد التأييد والانتصار ونلقي مرة أخرى نظرة عبر أحداث التاريخ علشان نشوف إيه اللي حصل لدولة الإسلام اللي انتشرت في أنحاء الجزيرة العربية واليمن فنشاهد من الداخل ارتداد القبائل عن الدين وأتلهم عمال الرسول ومن الخارج يتآمر الروم مع اليهود للقضاء على دولة المسلمين قضاء مبرمة وتأتي الأنباء من كل أنحاء الجزيرة العربية ومن اليمن بانتفاض القبائل وخرجها على الدولة ومنع الزكاة وتتزاحم حشود الرومان على حدود الدولة في الشمال وبعدين في الجو ده كله يفجع المسلمون بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم في الظروف الحارجة دي حتى إذا أيقن الأعداء أنهم غالبون أقام الله تعالى أبو بكر علشان يعيد هيئبة الدولة الإسلامية ويقضع الأخطار اللي بتحيط بيها ويمكن الله لدينه في الأرض ويبدل المؤمنين من بعد خوفهم أمنى دي هي السنة الإلهية اللي كتبها الله تعالى لأنبيائه زي ما كتبها أيضا لمن يختارهم الله للخلافة على منهاج النبوة فمن خلال الخلافة المباركة الراشدة بتستمر بركات النبوة اللي بتستمطر تأييد الله وتستنزل حمايته وتستدعي نصرته ومن غير الخلافة المباركة دي اللي لابد إنها تكون على منهاج النبوة فالأمر يكون بيكون متروك للسنن العامة اللي قدرها الله تعالى لعامة الناس من جد وجد ومن زرع حصد لا فرق في ذلك بين مؤمن أو كافر ومش كل نظام للحكم هو خلافة على منهاج النبوة ومش كل قيادة هي خلافة راشدة لذلك البركات السماوية الخاصة لا تتنزل لكل نظام يطلق على نفسه اسم الخلافة ورأينا عبر التاريخ أنواع من الأنظمة كانوا بيسموها خلافة زي خلافة الأمويين والعباسيين والفاطميين والعثمانيين ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق وأخبرنا أن الأنظمة دي مش هي الخلافة إلا على منهاج النبوة وإنما هي الحكم المتوارث والحكم العضود ففي حديث من أحاديث الشريفة قال صلى الله عليه وسلم تكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون ثم يرفعه الله وهنا بيشير إلى نبوته صلى الله عليه وسلم ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعه الله تعالى ودي هي الخلافة الراشدة اللي هي على منهاج النبوة ثم تكون ملكا عضا ما شاء الله أن تكون ثم يرفعه الله تعالى ودي أنظمة الحكم اللي تبعت الخلافة الراشدة الخلافة الأموية والعباسية والفاطمية وغيرها ثم تكون ملكا جبرية فيكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفعه الله يعني الحكم المستبد وده هو ما قالت إليه كل الأنظمة الأنظمة دي ثم تكون خلافة ثم تكون خلافة على منهاج النبوة يعني ترجع تاني الخلافة الراشدة مرة أخرى ثم سكت كلام ده جاهد في مشكات المصابيح كتاب الرقاق باب الإنزال والتحذير إنما وعد الله تعالى بالاستخلاف مشروط بشرطين هم الإيمان والعمل الصالح وإن لم يتوفر الشرطين دول ينزع الله تعالى النعمة دي من الناس ولنلقي مرة تانية نظرة عبر التاريخ لنرى إيه اللي حصل في السنوات اللي تلت وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أقام الله تعالى أبو بكر ورغم غياب جيش المسلمين بقيادة أسامة بن زيد في قتاله مع الروم إلا إن اللي تمردوا على الدولة ما قدروش يضروها بشيء حتى مع عدم وجود جيش يحميها لأن الله تعالى كان بيحميها ويدافع عنها فلما رجع الجيش بعد انتصاره على الروم استطاع أنه يقضي على الفتنة ويثبت أركان الأمن والسلام في ربوع الدولة ولما توفي أبو بكر أقام الله تعالى عمر وأيده بروح من عندي وبجنودي من السماء حتى إن الدولة اللي كانت لسه بتحبي على أول الطريق استطاعت رغم كل الظروف إنها تنتصر انتصار ساحق على دولة الفرس العظمى لما تحرشت بالدولة الإسلامية واستطاعت تحرر بيت المقدس والشام ومصر من مظالم الرومان ولما رفع العداء رؤوس التآمر بالدولة الجديدة اللي توسعت رقعتها واغتالت الأيد الآثمة خليفة المسلمين في مؤامرة دبرها أبو لؤلؤ المجوسي وانتهز العداء فرصة مقتل خليفة القوي عمر بن الخطاب فقامت فلول الجيوش المنهزمة برفع راية العسيان في أركان الدولة اللي أصبحت مترامية الأطفال الأطراف أقام الله تعالى عثمان الكهر اللي بلغ من العمر سبعين سنة واللي كان بيتميز باللين والطيبة والحياء فإذا به لا يقل صرامة وقوة وبأس عن عمر في الزوج والدفاع عن أمة المسلمين فأرسل إلى أزربيجان وأرمينيا جيش بقيادة الوليد بن عقبة ولما تحرشت قوات الروم بالشام صدهم بجيش حبيب بن مسلمة ولما هاجموا الإسكندرية بأسطولهم ليستولوا على مصر بعت لهم عمر بن العاص فأصلاهم سعيرة ولما جات جيوش البربر بجحافلهم اللي بلغت 200 ألف مقاتل اتصدى لهم بجيش على رأسه ثلاثة من عباد الله هم عبد الله بن أبي السرح وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير فهزموهم بإذن الله واستولوا على شمال أفريقيا بل إن عثمان رضي الله عنه كان أول من أنشأ السلاح البحري في الدولة الإسلامية فركب المسلمون البحر وأنزلوا بأسطول الرومان هزيمة النقراء واستولوا على أبرص ولما تعددت القراءات في كتاب الله بسبب دخول أعداد كبيرة من الشعوب في الإسلام وكاد المسلمين يختلفوا في كتابهم زي ما اختلف قال الكتاب قبلهم قيد الله تعالى لعثمان أنه يجمع الكتاب العزيز ويوحد الرسم اللي بينكتب به وحفظ الله تعالى بعثمان كتابه المجيد اللي لا يزال حتى اليوم وإلى أن تقوم الساعة يحمل خطه اسمه عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه والحديث ذو شرجون عن بركات الخلافة لكن وقت الحلقة انتهى فهنتابع معكم في الحلقة الجاية إن شاء الله فعلى أن نلتقي مرة أخرى لكم مني أفضل أمنيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته